مشاهد الطوابير الطويلة للعبور بحراً وعبر القطار من فرنسا إلى الجزيرة البريطانية مستمرة عشرات الآلاف من الأسر البريطانية تتسارع لتفادي غياب أطفالها من المدارس بداية الشهر المقبل بسبب إزالة حكومة جونسون فرنسا من قائمة الدول المستثنات من متطلبات الحجر الصحي مع انتشار حالات مرض فيروس كورونا فيها لأعلى مستويات منذ مايو الماضي إنه أمر مرهق بعض الشيء لم ندرك أننا سنضطر إلى الحجر الصحي لدى العودة ذهبنا إلى باريس لبضعة أيام الوضع ليس جيداً ما علينا إلا أن نواجه الأمر فنحن لا نزال في وباء ونتفهم المخاطر التي نتعرض لها ونسافر مع أطفالنا في ذل انتشار الفيروس وأعتقد أنه يجب اتخاذ الاحتياطات التحرك السريع لاتخاذ القرار بحسب مسؤولين كان مدفوعاً جزئياً بمطالب الحكومة المحلية في سكوتلندا وويلز وإيرلندا مع ارتفاع مخاطر جلب عدوى كورونا من فرنسا وفق تقييم مركز الأمن الحيوي المشترك والصحة العامة وبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أظهرت تسجيلة 230 إصابة بين كل 100 ألف شخص في فرنسا خلال 14 يوماً مقارنة بـ 18 حالة في بريطانيا قرار رفع من أسعار التذاكر لزيادة الطلب على العودة من 6 دول شمالها قرار فرض الحجر الصحي لا خيار لديها سوى فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين من فرنسا ودول أخرى كما تقول الحكومة البريطانية لحماية الصحة العامة وعلى جميع المسافرين الأخذ بعان الاعتبار التغير السريع لحالة وباء كورونا في العالم ومراجعة تحديثات موقع وزارة الخارجية قبل السفر مصطفى زارو العربية لندن